وعقب تفقده أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقه لتفقد أعمال التشغيل التجربي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة على الاهتمام الذي تليه الدولة لتطوير كافة وسائل النقل الجماعي وفق أحدث النظم ضمن تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل دوما على تحسين خدمات النقل الجماعية للمواطنين